نقطة أخرى في هذا البت المباشر هو ما ورد على موقع بلادي المغربي اللي تكلم على أن البوليساريو منعت بيعتة المينورسو من الوصول إلى مواقعها شرق الجدار الدفاعي المغربي قال موقع بلادي أن عناصر البوليساريو منعت قافلة من سيارات المينورسو المينورسو هي بيعتة مراقبة وقف إطلاق النار التابعة للأمم المتحدة كانت قد غادرت بداية الأسبوع الماضي مدينة السمارة بالسحراء المغربية منعتها من الوصول إلى موقع البيعتة الواقع شرق الجدار الدفاعي وقال مصدر في تصريح لموقع يا بلادي لم يتمكن يا بلادي سبحوا لي أصحاب الموقع ولا يريسا موقع بلادي موقع يا بلادي قال هذا المصدر في تصريح للموقع المغربي أنه لم يتمكن جنود حفظ السلام من إنجاز مهمتهم منعت عناصر مسلحة من البوليساريو وصولهم إلى المنطقة وكان عليهم العودة وأضافة أن المينورسو عدت تقرير يعني هذه الواقعة من أجل تسليمه للأمين العام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس ودفع هذا الحادث الولايات المتحدة للتدخل فبعد اجتماع 23 مارس بالأمين العام وهو عمار بلاني الأمين العام وزارة الخارجية وسفيرة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجزائر إلى زابيتمور أوبي دعات إلى تغيير الوضع وأعطت جبهة كوليساريو الضوء الأخضر للبيتة من أجل الوصول إلى مواقعها خلف الجدار يعني الولايات المتحدة الأمريكية دخلت من أجل تسهيل معمورية قوات المينورسو وكان المغرب يقول موقع يا بلادي قد هدد على لسان سفيره في الأمم المتحدة عمر هلال أكتوبر 2022 أنه قد يضطر إلى استعادة السيطرة على الأراضي الواقعة شرق الجدار الدفاعي في الصحراء في حال استمرت جبهة البوليساريو في فرض العراقيل على بعض مواقع بعتة المينورسو وأكيد هذا النقطة سيتطرق لها الأمين العام الأمم المتحدة أنتونيو جوتيريس في تقرير انتهى سواء النصف السنوي أو السنوي حول الوضعية أو الحال بالصحراء المغربية نقطة أخرى في هذا البتن المباشر وهو ملف هام جدا قطية المغاربة الذين تم طردهم سنة 1975 لجنة العمال المهاجرين تطرح مأسات المغاربة الذين هجروا من الجزائر سنة 1975 وجاء في مقال لوكات الأنباء المغربية الرسمية قال بأنه شكلت مأسات الألاف من المواطنين المغاربة الذين طردوا من الجزائر سنة 1975 إحدى القضايا التي طرحتها خبيرة دولية في إطار لجنة العمال المهاجرين خلال الحوار التفاولي الذي جرى أول أمس الثلتاء بجناب بمناسبة فحص التقرير الدوري الثاني للمغرب المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم وتسألت الخبيرة فاطيما ديالو خلال اللقاء الذي قد يندرج في إطار الدورة 36 للجنة المعنية بحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم عن مسألة طرد الألاف من المغاربة الذين كانوا مقيمين بشكل منتظم ولسنوات عديدة بالجزائر مستفسرة عن التدابير المتخدة من أجل حماية حقوق هؤلاء المهاجرين وتحصيل أوضائهم المعيشية وتمكنهم استعادة ممتلكاتهم التي جردوا منها من قبل الجزائر وتعويضهم عن الأضرار التي تعرض لها وتفاعلا مع مداخلة الخبيرة تقول لما ذكر مدير الشؤون العامة بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج إسماعي الشقوري بأن الأمر يتعلق بمآسات إنسانية جسدها إقدام الجزائر على الطرد التعسفي لـ 45 ألف أسرة في غمار الاحتفال بعيد الأدخى المبارك وأوضح المسؤول المغربي أن الاستجابة الوطنية جاءت في إطار التضامن الوطني الذي مكن من تسجيل أو تسهيل الإدماج المهني لهذه الفئة ولولوج أفرادها إلى الخدمات الاجتماعية وطلب من النرجة المذكورة في ضوء السياق الحالي لعلاقات المغرب مع الجزائر والمتميز بقرار الجزائر الأحادي بقطع العلاقات الديبلوماسية مع المغرب دراسة هذه المسألة بكامل الإناية المطلوبة حتى إحقاق العادلة أمر ممتاز ويجب المضي وننشجع بشكل شخصي نشجع المضي قدما من أجل إحقاق الحق وإنصاف هذه الفئة التي تعرضت لضم بنظام العسكر آنذاك وأن آن الأهوان لمقاضات يعني يجب مقاضات هذا النظام مقاضات المسؤولين على هذه المأسات التي تسببوا فيها خرقوا اتفاقية الاستيطانة 15 مارس 1963 خرقوا معاهدة الإخاق والصداقة لتوقع 1969 يعني النظام الحاكم ارتكب جريمة نكراء في حق مواطنين مغاربة ذنبهم فقط أنهم مغاربة بعد نجاح المسيرة الخضراء التي نضبها المغرب 6 نظام ب1975 وأشجع المنظمات والجمعيات إلى العمل من أجل الضغط من أجل الضغط على النظام الحاكم في الجزائر حتى يتم جبر ضرر هذه الفئة التي هي عبارة عشرات الألاف من المغاربة الذين تم طردهم في ظروف قاسية إثناء عيد الأطحى المبارك ولم يتم جبر ضررهم للأسف من طرف الدولة الجزائرية التي تتحمل مسؤولية ما حدثها في شتاء 1975 نقطة أخرى في هذا البت المباشر وهو سوف نحرض عليكم تغريدة كنت انشرتها هذا المساء شوفوا وكات الأنباء وكات الأنباء الجزائرية عدلت من شغل من كتابتها حول ممثل جبهة البوليساريو كما سترى هنا كانت مقبل تكتب هذا الشخص ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة اليوم كتبت ممثل جبهة البوليساريو بنيويورك يجري مشاورات مع ديمستورا أنا نعتبر هذا التغريدة لأنهم كانوا دائما يقولون ممثل البوليساريو بالأمم المتحدة أنا نعتبر بأن هذه التغريدة هو تطور شوية إيجابي تطور إيجابي من طرف وكات الأنباء الجزائرية لأنه كانوا ينشروا دائما مغالطات قلوب لممثل البوليساريو بالأمم المتحدة الممثلين في الأمم المتحدة هي الدول وبوليساريو ليست دولة معترف بها من طرف الأمم المتحدة ونزيد على هذا الكلام يعني هو يقول ممثل جبهة البوليساريو بنيويورك نيويورك هي الولايات المتحدة الأمريكية ولا تعترف بهذه الحركة كدولة ولا تعترفش بها خلاص ما عندها ما عطيتها اعتماد هذا ممثل جبهة البوليساريو عنده مكتب في سفارة الجزائر في واشنطن ولا في مكتب البيت الأممية الجزائرية لدائمة لدى الأمم المتحدة وبالتالي هو أن تمنوا التطور الإيجابي عن وكالة الأنباء الجزائرية لماذا تعود تكتب وتكذب للشعب الجزائري وتقول البوليساريو عندها ممثل انتاحة بالأمم المتحدة أبدا ها هي اليوم تقر كما يكتب دائما في التقرير عن الأمم المتحدة وين يوصف هذا الشخص لمعيناته البوليساريو واللي هو موظف عند وزارة الخارجية الجزائرية على أنه ممثل لجبهة البوليساريو بنيويورك ولو كما قلت لكم نيويورك ما تعترفش الولايات المتحدة الأمريكية لا تعترف بجبهة البوليساريو كدولة ولا تعترفش بها وما عطيتها أكيديه والاعتماد نقطة أخرى في هذا دائما مع وكالة الأنباء الجزائرية لاحظوا كان واحدة الدراسة اندارت حول البروباغاند اللي يعتمدها نظام العسكر ضد المغرب مشكور هذا الحساب اللي قام بهذا الشرح كما سترى هنا الآن البروباغاند نظام العسكر لاحظوا الكم الهائل بالنسبة لنشر الأخبار حول المغرب مثلاً قاعدين ننشو هنا شوفوا وكالة الأنباء هذه وكالة الأنباء الجزائرية لا بيس انظروا وكالة الأنباء الجزائرية شحال تقصص الحيز انتحها من الأخبار يعني اللي تنشرهم في الموقع انتحها 59 هذه وكالة الأنباء تاعة الجزائر سوهم ليه 59.2% للمغرب انظروا في حين تخصص الجزائر 4.5% هذا يعني غريب جداً شوفوا إسبانيا 3.5% إسرائيل 4.8% ليبيا 3.5% مالي 2.9% تركيا 0.8% سوريا 1% بالستاين 7.8% فراصة ما كانش فراصة ما تحكيش عليها والمغرب شوفوا 59.2% يعني أكثر من نصف أكثر من نصف الأخبار اللي تنشرها وكالة الأنباء الجزائرية تخصص للمغرب شوفوا وكالة الأنباء الجزائرية تخصص للمغرب وكالة لاماب وكالة لاماب اللي هي وكالة الأنباء المغربية الرسمية تخصص الجزائر 3.9% وتخصص للمغرب 34.5% تخصص لفرنسا 5.9% الولايات المتحدة الأمريكية 6% إسبانيا 3.9% الصين 1.2% والأرجنتين إيطاليا 1.5% تركيا 1.2% سينيغال 3% المملكة المتحدة 2% وفلسطين 2.2% يعني وكات الأنباء المغربية تخصص ترنش الكبيرة للأخبار المتعلقة بالمغرب على الحكس وكات الأنباء الجزائرية تخصص الحيز الأكبر من الأخبار الصهل المغرب وهذه هي الغرابة نظام العسكر اللي يتبنى سياسة إعلامية عدائية رسمية تجاه المغرب شوفوا الفرق بين وكات الأنباء اللي مشيلا هي وكات الأنباء الجزائرية لا تهمها أخبار الجزائر بقدر ما يهمها أخبار المغرب هذه فضيحة تبين بأن هذه الوكالة موجهة خصيصا ضد المغرب هذه فضيحة هذه بكل صراحة في حين المغرب راكم تشوفوا هنا يعني الحيز الأكبر يخصها يخصها الأخبار المتعلقة بالبلد بالمغرب يعني يلا ديفيرانس ما بين نظام العسكر والمغرب النظام العسكر اللي هوس عنده هوس كبير بالمغرب ويتكلم بزاف المغرب ويخصص حيز كبير من الأخبار نتاع الأبواغ نتاعه للمغرب هذه الدراسة يعني ما هيش نجاوبوها من رأسهم ولا الناس يعني يعبدوا العدد المقالات وشوفوا لبورسنتاج اللي يتم تخصي صل كل بلد بنسبة لوكالتين الانباء الرسميتين في البلدين ترجمة نانسي قنقر